اهلا بحضراتكم بعد الفاصل زي ما قلتلكم النجم خالد جدالة نجم النادي الاهلي ونجمه منتخب مصر كان لي بصمة معايا زي ما قلتلكم انا بقوله كل اللي عندي وهنحاول نطلع كمان كل اللي عنده انا بعد ما بطل الكابتل محسن صالح عادت ادور على حد تاني يفهمني مين دي رجله مزبوطة زي الميزان يقدر يلعبهالي في الحت اللي انا عاوز اروحها عادت ادور كان خالد ده لسه طالع بالدرجة الاولى وكان نكسر الدنيا في الناشئين فانا عادت افكر افكر قلت بس هو ده تجايب خالد جدالة قلت له يا خالد تعاوز تبقى اساسي في التيم قال لي وحد يكره قلت له طيب دي فرصة انك نبقى دويته مع بعض هنكسر الدنيا وسبحان الله قد كان بينا الهيدوكوتي ما يلعبش بخالد جدالة يلعب بتاعت هافرايت وبدأنا ندامج 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 جيد كابتن جهري خلاص حفظنا بينا نضرب الفرع الافريقية دي سهل جدا نضغلب هناك اتنين بش مهم نضغلب تلاتة بش مهم نكسب هنا خمسة وبنعمل حاجات جبيرة خلوه ده اخبارك ايه والله الحمد لله يا كابتن اولا انا في البداية انت وحشني جدا ربنا خليه وسعيد ان انا معك واحب اشكر طبعا فريل اعداد واستاذ محمد القوسي وبرجاوا على التقرير المحترم اللي هم عملوه يا حاجة بسيطة ليك يعني وربنا يسهل نكون كده نعمل حلقة كويسة بإذنها لا ما فيش رياضة خلص ما بتمشيش حتى لا بمشي فين بلعب تنس انا شايف انا شايف فيه زيادة شوية لا عشان القعدة بس الكنبة يعني لو كرسي مش حيبات اعديها خلاص خالد لما اجي باتكلم وبقول ان نشأة اللعيب انت كنت ساكن في ظهر النادي هليوبلس تنزل من باب العمارة عندك لباب النادي تلقيه في وشك انت بدأت كرة فين في النادي ولا لعبت كرة شراب في الشارع لا انا لعبت في الشارع بس مش كرة شراب ما لعبت لعبت كرة كفر كفر على الاسفل على الاسفل قدام البيت في الشارع طبعا الشارع كان فاضي اه طبعا طبعا احنا كنا بقى عاملين مخططين ملعب وكان ليالي معاك تبقى لعب كل يوم يعني بعد بعد ادان العصر خلاص كل اصحابي بييجوا وبنلعب العمرات بقى اللي كانت اللي موجودة كانوا عارفين المعاد بيطلعوا في البلكونات عشان يتفرجوا يا سيدي اه فكانت يعني زي السينماة الصيفي كده زي السينماة الصيفي تلاقي كوبايت الشاي وسندويتشات وبيتفرجوا وقف بنينا بحملات وقف بنينا بحملات وقف بنينا بحملات وقف بنينا كده يا خالي تشوتها كده وقف بنينا كده ايو ايو ويحللوا وعملين استوديات تحليلية في البلكونات كتقام جميلة جدا طبعا كتقام حلوة جدا